أعلنت أوكرانيا أن سفنتين شحن تبحيراني حالياً في البحر الأسود نحو موانئها وذلك للمرة الأولى منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في يوليو الماضي وقالت وزارة البنى التحتية الأوكرانية أن السفنتين تسلكان الممر الإنسانية المؤقت متجهتين إلى ميناء تورنومورسك الأوكراني لتحميل نحو 20 ألف طن من القمح لنقلها إلى إفريقيا وأسيا